محاولة تل وأخرى تبذلها أبو ظبي لفرض نفوذها في أرخبيل السقطرة آخر صور المقامرة الإماراتية في هذا الأرخبيل محاولة لتمرير مدرعة وأسلحة في حاوية يفترض أنها تحمل مستلزمات تتصل بالنشاط الخيري لمؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية فأثناء عملية تفتيش الروتينية للحاوية القادمة من الإمارات على متن سفينة أداسترا التابعة للمؤسسة عثرت الشرطة بداخل حاوية على مدرعة ومعدات عسكرية الحاوية التي ضبطتها الشرطة عليها بيانات تعود لشركة برايم للأسماك الإماراتية التي يدورها العميد خلفان بن مبارك المزروعي رجل المخابرات الإماراتية القريب من ولي عهد أبو ظبي وهي واحدة من عدة حاويات تضم بداخلها سيارات ومعدات كانت في طريقها للتوزيع على قيادات عسكرية وأمنية متمردة ولشراء ولاءات في سقطرة بحسب مصدر مسؤول في سلطة محافظة أرخبيل سقطرة يأتي ذلك على وقع عمليات تحريض لا تتوقف تغذيها وتمولها أبو ظبي عبر عناصرها الاستخباراتية التي تعمل في الأرخبيل تحت لافتات النشاط الخير وأنتجت سلسلة من عمليات التمرد الفاشلة في الوحدات الأمنية والعسكرية كان آخرها في السابع والعشرين من شهر فبراير الماضي عندما أعلنت الكتيبة الثالثة في اللواء الأول مشاه بحري المرابط في سقطرة تمردها محافظ سقطرة رمز محروس زار الاثنين اللواء الأول مشاه بحري لتفقد مستوى الجاهزية القتالية لمنتسبية اللواء عقب أسابعا من تمرد أفراد الكتيبة الثالثة داعيا المتمردين للعودة إلى وحدتهم العسكرية الشرعية المكتب التنفيذي وهو السلطة التنفيذية المحلية العليا في أرخبيل سقطرة ويرأسه محافظ المحافظة كان قد أعلن مؤخرا رفضه استغلال بعض الجهات العاملة في سقطرة للعمل الإنساني لخرق النظام والقانون المعمول به والمتعارف عليه دوليا في إشارة إلى مؤسسة خليفة بن زايد والهلال الأحمر الإماراتيين ففي أرخبيل السقطرة تتعدد أشكال الممارسات التخريبية التي تمولها أبوظبي وتتم عبر شركات إماراتية قامت بإنشاء معامل لتعليب وتغليف الأسماك وذبح المواشي وتصديرها بشكل مخالف للقانون وبما يستنزف الثروة الحيوانية المحدودة في الأرخبيل وفي إطار نشاطها غير القانوني تواصل هذه الشركات الانخراطة في عمليات استياد عشوائية للأسماك والأحياء البحرية وتجريف الشعب المرجانية في مياه الأرخبيل وسط تحذيرات من منظمة اليونسكو بإخراج سقطرة من قائمة التراث العالمي بسبب الممارسات العبثية من قبل الإمارات والتي تطول الموارد الحيوية لهذا الأرخبيل ترجمة نانسي قنقر